على استعدادات النادي الأهلي للمرحلة القادمة ويمكن بعض المواقع ذهبت أكتر إلى أفصيلات مخصصة في تدريبات النادي الأهلي واستعدادات النادي الأهلي أنا عجبني بصراحة وأنا بتصفح كده في الصحف الإلكترونية أو المواقع الإلكترونية اللي كتبته عن النادي الأهلي موقع يورو سبورت عربية عجبني جدا عنوان ولخص فيه استعدادات النادي الأهلي لآخر مباراتين في الدوري بك بس الاستعدادات المكتوبة أو الملامح المكتوبة تديك إيحاء أن ده شكل ليه موسم طويل موسم كامل لكن هل تتخيل أن هذا الشكل أو هذه الملامح الأربعة اللي اهتمت بيها موقع يورو سبورت عربية بتتكلم عن آخر مباراتين بس وتكلمت أن هذه الملامح بقيادة تامارتن للأسارتي يمكن خلال تجهيزات خاصة ومكسفة استعدادة لمبارات المباراتين الزمالك يوم 24 و28 من الشهر الجاري وتكلموا على أن الآلي بدأ فترة الإعداد في أواخر شهر يونيو الماضي بالتدريب على ملع مختار التيلش لمدة 10 أيام ثم الصفر لأسبانيا وخود ثلاثة مبارات ودية ومعصفة الإعداد لمدة 10 أيام ثم العودة إلى القاهرة وخود مباراة أخيرة أمام البلاستيك والتجهيز لآخر مرحلة مبارات المؤولين والزمالك عجبني فكرة اللي انت بتحدد للقارئ إزاي الجهاز الفني اشتغل وكواليس عمل الجهاز الفني خلال الفترة الحالية طبعا اتكلم في أقصر من جزء وشغل الجهاز الفني دايما مش بقى في الملعب بس موقع يورو سبورت عربية اتكلم على الجلسات النفسية اللي قام بها مارتن اللاصارتي مع عدد من اللاعبين أو معصم اللاعبين في معصفة الإعداد وتوجوده كمان في أسبانيا وكمان الدور البدني اللي قام به أليخاندرو خلال الفترة الأخيرة لأن الفترة دي فترة مهمة جدا ودور أليخاندرو بيبقى حساس جدا بالنسبة لعمل الجهاز الفني ثم الجزء الثالث أو الجزء من الملامح الأربعة المحاضرات الفيجل الجزء النظري والجزء العملي أنك تتفرج بقى على المنافسين قبل ما تلعب معهم فبتشرح للعبة أهم الواجبات ونقاط الضعف والنقاط الإجابية عشان تقدر تجاهز اللعبة واتدخلهم في مود المباريات ثم الجزء الأخير تقارير المنافسين وإيه اللي عملوا المنافسين السنة دي في الدور العام وهل ترأي التغييرات على صفوف الفريق بعد حوالي أكثر من 45 يوم منذ توقف الدور العام ترجمة نانسي قنقر